تواصل محافظة سهاج استلام مخصول القمح لهذا العام داخل جميع الصوامع المتشرة على مستوى المحافظة وأوضح وكيل وزارة التموين بسهاج أن إجمله متما توريده من القمح المحالي بشوان وصوامع المحافظة بلغ 55 ألف طن حيث تستمر عملية التوريد حتى نهاية شهر أغسطس المقبل وردنا الغد الوقت 54 ألف وتسعمائل طن في كافة المواقع التخزينية في داخل المحافظة في بعض المواقع التخزينية لساعات التخزينية قليلة امتلأت خلاص وخلاص أفلنا ونبدأ إن شاء الله تخش في برنامج السحب النسحب اللي فيها وممكن إن شاء الله يعاد استخدامها والاستلام فيها مرة أخرى المواقع التخزينية الكبيرة ما زال الاستلام فيها ماشي مستحقات الموردين بتوصل أول بأول ما فيهاش تأخير